السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة انفو تكفر يو معكم مروى سليمان وفيديو جديد فيديو إن شاء الله يكون مفيد على قناتنا النهاردة جاي أخش على بارد اي اي لقيت بارد اتحول إلى جيميناي أتمنى تكون منطقه مزبوط وجيميناي حاليا أصبح بارد وارد أصبح جيميناي فخلاص يعني اللي اتنين بقوا واحد وتقدر تستخدمه بنفس الطريقة اللي انت كنت بتستخدم بيها بارد تقدر تستخدمه في الحصول على كوت تقدر تستخدمه مؤخرا في إنه هو يعمل لك كريات لأمج ممكن تستخدمه في إنه هو يعمل لك رد على إيميل أي حاجة من دول تقدر ما كنت تستخدم فيهم جيميناي اللي كان بارد اي 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 طبعا إيه الفرق بعض الناس هتقول لي إيه الفرق الفرق في الخطة المجانية طبعا لأن جيميناي دلوقتي أصبح بقى زي شات جي بي تي بقى فيه جزء مجاني وجزء أدفانسد في الجيميناي البرو العادي وفي جيميناي الأدفانسد أو الألترا الوان بوينت زيرو ده الفرجن بتاعه أو الإصدار بتاعه ده لازم تتفعله وأعتقد إنه هو وصل إلى نفس سعر أيضا شات جي بي تي تحصل على المميزات الخاصة بجيميناي أدفانسد أو جيميناي ألترا وان بوينت زيرو أما بالنسبة للجيميناي برو اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة اللي هو المجاني المشابه لنفس بارد اي اي ويقوم بنفس الوظائف ده متاح ولكن الجديد فيه والأفضل إنه هو أكثر كفاءة بدأ إنه هو يكون يعني أكثر دقة في الحصول على النتائج ده بالنسبة لي بارد او جيميناي المجاني ممكن أقوله تخيل نفسك شبير في حاجة معينة وديني الإجابة يعني مثلا ممكن أقوله as يعني هنجرب كده مع بعض حاجة as a digital marketing manager for hosting company give me the plan marketing plan for how to promote on all social channels and the budget ممكن أقوله put the content in a table وكتب بقى اللي انت عايزه طبعا لازم الموضوع يكون فيه تفاصيل أكثر هنا هنشوف حايديني إيه فهم اللي أنا عايزة أقولهول ولا لأ هنا بيقولي بقى وشفته الدقة بيقولي أنا مقدرش أديكي completely marketing plan من غير معرف شوية information وده الصح وده الأفضل ما هو ممكن يديك أي حاجة وخلاص لأ لازم تقولي target audience لازم تقولي target audience اديني الـ brand device اديني الـ budget اللي انت معاك حاليا وأنا بناء على ده حديك marketing plan وبدأ يديك marketing plan يعني من وجهة نظره هو ولكن هو شايف أن برضو الـ template دي انت ممكن تستخدمها بناء على ظروفك انت الـ budget بتاعتك والـ target audience بتوعك كل الكلام ده هو على أساسه عطيلك الـ social media marketing plan زي ما احنا شايفين الـ content في table ومرتب وعطيك كمان additional tips وكل الحاجات دي اللي هي الـ additional tips اللي هي النصائح الإضافية وزي ما احنا شايفين طبعا كان في النتيجة دقيق جدا وواضح جدا ممكن بقى أنا شات معاه وأقولي target audience بتوعي كذا والـ unique selling point بتوعي كذا والـ brand device وعلى حسب طبعا ايه أنا هنا بقوله انت expert كـ digital marketing manager فهو فاهم احنا بنتكلم في ايه وبالتالي انت على حسب الفيلد بتاعك برضو حيفهمك ده بالنسبة للجزء المتعلق ب الحصول على معلومة دقيقة أكتر باستخدام جيميناي بعد الشكل الجديد ممكن تروح تعمل new chat وممكن نقوله طبعا لابنة ايه ببائد تعالى التحليمي وممكن تريدون عم Learning وممكن تريدون المنحي kung المنتظannي سي في فوتو سي في فوتو سوشيال ميديا لينكس اند كونتاكت ممكن هنا اقول له as a web frontend developer يعني احدد هو ايه بالظبط ودي يكون افضل واقول له this project will be with html and css انا مسلا افترض ان انا مش بعرف قليل اتنين دولت فانا عايز اقدر اعدل جوه وحط اسمي وعمل الكلام ده كله وحبتدي ان انا اشوف ممكن هو يديني ايه حبتدي اشوف هل ممكن يديني الكود ولا لا انا انا قلت له انت frontend developer يديني الكود اهو هنا بيقول لي while i can't provide complete code for fully functional portfolio ولكن انا حديكي مثال تحتوي العناصر الاساسية مثلا وانا جربته يعني انا جربت الموضوع ده بالقبل حطيته على text او text editor وجربت لقيته انه هو كويس جدا وسهل جدا التعامل مع لو انت مثلا بتعرف الاساسيات بتاعت البرمجة ال html و css هتعرف تحط الحاجات النقصة وخلاص على كده على سبيل المثال طبعا وطبعا مش شرط انا بس بديك مثال ممكن تتعلم من coding في حاجات معينة او تسأله عن كود معين انا جربتك مثلا اسأله على كود معين في غلطة مثلا ايه غلطة هنا ممكن تكون في ايه قال لي جربي شيلي ده حطي ده بينفع جدا المتعلمين او البيجينرز في التعلم البروجرامنج او الكودينج طبعا دي حاجة راجعي لك ده انا بتكلم عن مستوى الشخصي لكن الموضوع ده راجع لكل واحد ده ده بالنسبة لي الجزء التاني اقرب في نوشات ان انا اعمل create leave create an image for tesla car in 2070 in modern city high details and realistic photo تعالوا نشوف كده انا كنا تطرقنا لموضوع generation الخاص بالصور في board ولكن ده لا يمنع ان احنا ممكن نشوف هو وصل لايه اعتقد ان النتيجة يعني عن تجربة كانت افضل واحسن واعتقد ايضا ان في ال advanced الوضع حيكون مختلف زي ما احنا شايفين النتائج فعلا كويسة جدا يعني انا شايفة انها حلوة وتحسنت كتير ولسه هتتحسن اكتر وتقدر تعمل download للصورة اللي انت عايزها بفعد الموضوع ده وقت ان انت تاخد صورة تعمل بيها post مثلا او banner على social media لو انت عايز بشكل سريع الجزء بقى الاخير وهو upgrade to gemini advanced لو انت حبيت ان انت ترقيه لو انت سجلت فيه او رحت عملت start trial رحت كده جربت trial version بتاعه حيديك شهرين بشكل مجاني ولكن حيطلب منك ان انت تحط credit card لكن اول شهرين هو مش هيسحب منك حاجة بعد الشهرين حيبتدي يسحب منك بس هو هنا طبعا بيقولك المميزات اللي في gemini advanced ان هو مصمم لهاي complex tasks لتاسكس المعقدة انه هو state of the art performance بيفهم ويكسب لين ويجنرات high quality code بلغة كتيرة يعني انت مسلا بتتعلم البرمجة يقدر ان هو ويجنرات high quality code او انت programmer هنا كمان بيقولك ان هو capable at reasoning following instructions بيتبع ال instructions وبيطلع لك حاجات فيها creativity بيديك تو تيرا بايت من ال storage على جوجل وقريب حيكون موجود جيميناي في جيميل والdocs ومور وطبعا اذا جوجل وان premium benefits هتكون موجودة في الجيميناي advanced وتستفيد من المجاني في حاجات مميزة لو انت عرفت تستغله صح تحصل على نتائج دقيقة زين بقولكم في نهاية كل فيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا subscribe للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد لو بتشوفونا الاول مرة ولو كنتم من متابعينا الاعزاء ما تنسوش اللايك والشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته